انا مبسوط انك تضحك يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن انا سمعته باذني هذي من جوالك وهو يقول كلام خطير هذا طيب 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 بره بره بالابع الدرجة هو يستهدي بشكل الولد بشكل زميله يستهزي يا عبد الرحمن ما يجوز الاستهزاء بالخلق هذا خلق الله سبحانه وتعالى هذا يطعم الهتيم يروح المكة يطعم الفقراء يعني سب جيد كويس يعني جيد بخلاقه يا عبد الرحمن انا اتكلم معك عن المحتوى واللي يشوفونها عياننا هذا المحتوى في سب في شتم في كلام بذيء ما يرضي الله سبحانه وتعالى وانا ما ارضى يا عبد الرحمن انا مسؤول عنك امام الله بعض المشاهير اذا تناقصت عنده اعداد المتابعين او المشاهدات يجيب حاجة فيها نوع من العطف والتعاطف فقراء ايتام احنا ما ندخل في النواية نقول النواية ما نعلمها الله يعلم النواية سبحانه الحمد لله في مشاهير كثير وعندهم محتوى جيد ولا عندهم هالكلام البذيء فهذا اللي يستاهلون ومتابعه يستاهلون الدعم شكرا لك يا عبد الرحمن انك سمعت كلامي ونفت اللي يقوله ألف شكر اشتركوا في القناة